اشتركوا في القناة كلاهما في الوصف البداية انه لا زال العالم العربي والاسلامي يشن حملة شعواء على نظرية التطور على العكس من العالم الغربي الى حد ما كلنا نعرف انه الهجوم اللي استمر على قليله فترة طويلة من الزمن لمجرد انه قال حقيقة انه الارض ليست مركز الكون فعارضه وتعرض للاسالم ليس لانه هناك حقيقة علمية معاكسة لا لان كلامه يخالف ظاهر الكتاب المقدس لكن في العالم الغربي العالم البسيحي بالتحديد وبعد خمسمائة عام قدمت الكنيسة اعتذارها اعتذار رسمي من قبل الباقة بشأن ما فعلته في قليله من محاولة اعدام عبس وعجر منزلية لكن الجماعات الدينية في عالم العربي او اي انسان عنده يعني مجرد ميول دينية لنقول او حتى ايمان بسيط سوف يشن حرب لها ودى فيها على حقيقة التطور ليس لانه يعرف انه التطور سوء كان حقيقة علمية وغير علمية ولكن انتصارا للقيام الدينية لمبادئ الدينية اللي يتعلمها لنظرية الخلق رغم انه هذا الفلب والجماعات الدينية بيأكملها يعرفون انه القرآن الكريم على سبيل المثال الكتب المقدسة بيأكملها تقبل التأويل نعم تقبل تأويل النصوص تعترف بشيء اسمه ظاهر النص قد يعني الى وجه اخر للمعنى مع كذلك تزداد ثقة العالم العلمي سنويا بالتطور ويزداد تزداد الادلة مع كل علم على سبيل المثال السجل الاحفوري يأكده سجل الحانض النووي يأكده علم الاجنة على سبيل المثال لكن مع ذلك غالبية العظم من الناس يثورون ويفضون التطور ليس كما ذكرت انه يعني عندهم ادلة علمية معاكسة لا لانه من اجل الابقاء على افكار دينية عليا اهم يعتبروها من الاخكار العلمية بنظرية التطور بنفس الوقت التطورين يعتمدون يعني او ليس التطورين بل العالم باكملة يعتمد وبشكل راتيني على الحانض النووي في امور كثيرة من غالبها ادانة المجرمين او تبرئتهم العالم باكملها يعتمد على العلوم في اشياء اخرى على سبيل المثال كاختبارات الابوة كذلك يعلون على علم الحانض النووي سريريا من اجل تقييم خطورة هذا المرض اللي ممكن نحمله لكن هذه الامور باكملها اللي العالم باكملها ما عندش كانوا يرفضوها اذا ايدت نظرية التطور هذه غباوة ليس من بعدها غباوة وحلقة اليوم باكملها سوف تكون عن ما هو التطور ما هو التطور الحقيقة انه داروا نصف التطور بانه انحدار مع تعديل انحدار مو بمعنى سقوط وهبوط لا سلالات تأتي بعد سلالة وتحمل معها تعديلات هذا ماذا يعني ببساطة يعني بمرور الوقت تحدث تغييرات اي في خصائص الكائنات الحية على مدى اجيال عديدة جدا هذه التغييرات يمكن تفسيرها باتلاث عمليات مستقلة والتي ان وجدت معا سوف يحدث ما نسميه بالتطور ما هذه الامور الثلاثة التي انتحدث يحدث التطور اولا التضاعف التكاثر يعني ثانيا التمايز ثالثا الانتقاء هذه الامور الثلاثة مجتمعة تكونينا التطور جميع هتمثل حقائق مرصودة بالفعل علميا على التضاعف التضاعف هو عملية التكاثر بكل بساطة اما التمايز فهو وجود اختلافات وراسية بين الابوين وبين ذريتهما المنحذرة منهم لا توجد تشابه مطلق مئة بالمئة واما الانتقاء فنقصد بين انتقاء طبيعي يعني العهالي العملية اللي بموجبها يكون افضل المتكيفين في بيئتهم يميل الى البقاء على قيد الحياة والى تمرير جينات المن للجيل القادم من بعده اذا اول حقيقة بالتطور هي التضاعف التكاثر ولذلك يمكن ان يحدث هذا التضاعف او عملية التكاثر بطريقة لا جنسية وبطريقة جنسية نأتي اولا على التكاثر اللاجنسي هذا التكاثر يحدث عندما يتم تكوين ذرية من احد الابوين فقط دون ان يحدث هناك خلط للجينات مع طرف اخر ذكر وانثلاء هذه الذرية تكون مطابقة تماما لذلك الاب الاوحد في النباتات بيأكملها تقريبا يعني مثل تشابه اوراق الغابات تشبح الى حد ما النسخ الاصلية المطبوعة تتطابق يعني كأنه مكينة السنساخ نسخة مضاعفة طبيعية متضاعفة من الاصل وكما ذكرت انه هذا النوع من التكاثرين يوجد في النباتات اكثر من الحيوانات فاضمن عن كونه الطريقة التي تتكاثر بها الكائنات وهي الدقيقة مثل بكتيريا تتكاثر لا جنسية هذا اول واحد ايضا يوجد عندنا التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي يتضمن عملية خلط للجينات الابوية الذكرية والانثوية من اجل ماذا؟ من اجل انتاج ذرية وهذه طريقة معظم الحيوانات لكن مع ذلك بعض النباتات تتكاثر بهذه الطريقة عن طريق جراء عملية التطقيح الاغصاب هذا بالنسبة للتكاثر انتهينا منه ماذا عن التمايز؟ الحقيقة الثانية من اجل حدوث التطاوض التمايز يمكن ان ينشأ هذا التمايز الوراسي بطرق عدة احد هذه الطرق نسميها عملية اعادة التركيب الجيني في التكاثر الجنسي تحدث هذه العملية او تضمن هذه الطريقة خلط للجينات المختلفة الموجودة اين؟ الموجودة بالخلايا الجنسية عند الذكر وعند الانثى خلايا البيضة زائد خلايا الحيمن المنوية هذه تختلط تتحد هذه الخلايا مع بعضها الحيمن مع البويضة هذا الخلط الذي يحدث بعد عملية الاخصاب يشكل لك مجموعة جينية جديدة سوف تجعل ذرية مختلفة عن الابوي هذه طريقة طريقة ثانية التي ينشأ منها التمايز واللي ينشأ عنها التمايز هي الطفرة وهذه مهمة جداً ما هي الطفرة؟ الطفرة هي تغيرات نادرة صدفة عشوائية تحدث في الجينات غالباً يتم توريثها هذه الطفرات تحدث بالعادة نتيجة اخطاء ناجمة عن عملية النسخ الجيني للخلايا المتضاعفة كما ذكرنا الحيمن مع البويضة هذه الخلايا المضاعفة يحدث بها خلط لكن هذا يحدث في المراحل المبكرة من عملية التكاثر وكذلك يمكن لهذه الطفرات ان تحدث بسبب امور اخرى مثل اشعاع المواد الكيميائية الفيروسات غيرها امور كثيرة ممكن تؤدي الى الطفرات لذلك العديد من هذه الطفرات محايدة لا بيها اذية ولا بيها نفع لكن يمكن لبعضها ان يكون ضار جداً تشوهات الخلقية وبعضها يمكن ان يكون نافع كأن يولد شخص ذكي جداً او جميل جداً او غيرها على سبيل المثال هذا بيكمل يكون ضار او نافع اعتماداً على العوامل البيئية اللي كانت الحياة بشكل عام على سبيل المثال جسمك البشري بشكل طبيعي يمتلك انظمة دفاعية طبيعية تقتل اي بكتريا ضارة بجسمك لكن مع ذلك بعضاً مع البكتريا طورت بعض الطفرات اللي نتحدث عنها هذه الطفرات التي تمنح هذه البكتريا قوة ضد دفاعاتك الطبيعية لوجودها بجسمك بما يؤدي الى نموها بكثرة في بيئتها من؟ جسمك اذا من اجل القضاء عليها تحتاج بيئة جسمك الى ماذا؟ الى تغير حتى لا تتمكن تلك الطفرات من توفير ميزة بقائية للبكتريا في داخل جسمك هنا يأتي دور الطب الحديث فعلى سبيل المثال اذا كنت انت مصاب بعدوى بكتريا خطيرة على سبيل المثال السل مثلا فان الطبيب سوف يصف لك مضاد حيوي مصمم من اجل قتل بكتريا السل بالتالي اذا حلفك الحظ سوف يتم القضاء عليها تماماً في الوقت الذاتي عملية التكاثر بالبكتريا السريع على الغاية لدرجة ان بعض النوع البكتريا كاثر خلال عشرين دقيقة اذا بالطبع سيكون هناك عدد محدود منها يقاوم المضاد الحيوي الذي وصفه لك الطبيب من اجل قضاء عليها من اين اتتها هذه القوة للبكتريا؟ اتتها بسبب طفرات نافعة المن نافعة للبكتريا السل لكن اكيد هي ضره اليك هي نافعة للبكتريا السل لكنها ضره جسمك لذلك سوف تتكاثر هذه البكتريا داخل جسمك هذه البكتريا سوف تكون مقاومة للمضاد الحيوي الذي وصفه لك الطبيب وسوف تقوم بتمرير جيناتها المقاومة للأجهال اللاحقة اذا عند هذه المرحلة سوف تحتاج الى مضاد حيوي اقوى من اجل قضاء عليها مضاد الحيوي القديم بعد ما يشتغل وبطبيعة الحال سوف تكون هناك بكتريا مقاومة للمضاد الحيوي الجديد من اجل ان نتهي من مرة اخرى لاحظ عملية التطور ما الذي ما هو الحل؟ الحل سوف نحتاج في المستقبل الى مضادات حيوية استثنائية على افتراض ان الطب يستطيع على سبيل المثال يتوصل اليها من اجل قضاء على بكتريا السن بذلك انواع البكتريا كالسن مثلا تكون شديدة العدوى خطرة على الانسان وهو اللي ممكن بكتير واحد فقط ان يقاوم ممكن ان يقاوم مضادات الحيوية الحيوية وممكن ان ينتشر بسرعة في جسمك اذا اذا تم العثور على مضاد حيوية فعال ضد البكتريا الجديدة اللي طورت نفسها مرتين وثلاثة واربعة فانو سلالتها المقاومة راح تنتشر بسهولة تسبب اليك مشكلة خطيرة اذا لم يوجد مضاد حيوي قوي ولذلك كما تلاحظون حتى بالفلاونزا العادية الطبيب او السيد الان يخبرك بانه يجب ان تأخذ المضاد الحيوي باكملة الشريط باكملة شريط الحب او كذا تأخذه باكملة وليس انه فقط تحس بانه انت تحسنت حاتك تتركه تبدو صح افرات التركه لماذا؟ لانه تعريض البكتريا لهذه الجرعات بشكل كامل من المضادات الحيوية سوف تزيد من فرصة قتل تلك البكتريا التي تحمل جينات هذه الجينات طفيفة من اجل ان تقاوم باستقبل الشريط باكملة او الوصفة الطبية باكملة سوف تقضي عليها وهكذا يعني من خلال هذا المثل يتضح الدور الهام الرئيس للطفرات الوراثية في التطور الطفرات مصدر لا متناهي عشوائي من التغييرات الجينية تنشأ بشكل عشوائي لذلك يعني بعبارة اخرى هذه الطفرات اللي تحدث الصدفة هي ليس لا تسعى له اي هدف ولا تسعى له اي خطة ممكن يعني تعد بالفائدة على البكتريا او على اي كانحي على الاطلاق لا يوجد اي خطة اساسا يعني مسبقة على الاطلاق في هذه الطفرات تحدث في داخل الحوض الجيني بطريقة عشوائية هاي ثاني شي اولا قلبنا عن التكاثر ثانيا الانتقاء العفو ثانيا التمايج ثالثا الانتقاء ثلاثة هن اللي يحتن عملية التطور مو يأتي سؤال كثيرا يعقون لماذا لم تتحول كل القروض الى بشار لماذا لم تتحول كل الاسماك الى ثديات وغيرها من هاي الاسئلة يجب حدوث ثلاث امور مع بعضها عندها يعدث التطور ثالثا الانتقاء الطبيعي الانتقاء الطبيعي هو ميدان اختبار هائل للتمايزات اللي حثت عندنا تكلمنا عنها بالتمايزات بالطفرات وغيرها هذا الانتقاء الطبيعي او الانتقاء الطبيعي ميدان كبير جدا لتمايزات الغرافية الانتقاء الطبيعي هو الالية التي من خلالها يتم اختيار الافراد الذين يستطيعون البقاء على قيد الحياة او لنقل لفترة اطوى كافية الضمن الهم التزاوج والتكاثر وتمرير جيناتهم الى الجيل القادم وبكل التأكيد لا يستفي الانتقاء الطبيعي بطريقة مقصودة بمعنى انه لا يوجد هناك غاية وراء هذا الانتقاء اتحدث هنا عن الطبيعي يعني بمعنى انه الانتقاء الطبيعي بكل بساطة يحافظ على الافراد اللي يمتلكون ميزة وراثية معينة هذه الميزة سوف توفر لهم ميزة او توفر لهم صفة للبقاء من اجل ان يكون احياء هذا هو الانتقاء الطبيعي الجنحة قوية توفر لك ميزة للبقاء للهرب منقار قوي ممكن ان تستطيع ان تحصل على مواد غذائية صلبة وهكذا وجود هذه الاشياء تعطيك ميزة للبقاء وتمرير صفاتك الوراثية اذا الافراد الذين سوف توفر بهم هاي الفرصة يصبحون ممكن يبقون على قيد الحياة بفترة اطول واذا ما استمر البقاء لفترة اطول فانه سوف يوفر فرصة لتكاثر الكائن الحي من اجل ان يمرر ماذا جيناته واللي من ضمنها الميزة النافعة اللي فادته السرعة الناب المخلة بالقوة الذكاء المن للذرية المنحدة المنصربة ونضرب مثلا على كل هذا الكلام مثلا توجد تماسيح الصيد بكل قوة خنازير برية يعني هذه الخنازير العفو التماسيح طعامها المفضل هي حي الخنازير هذه التماسيح تختبع في الادغال في الغابة وتصل الى الخنازير بشكل غير مقصود اذا لنفرض بين من احد تلك الخنازير ولد عنده حاسة شم جدا قوية يتميز عن اقرانه الخنازير البقية اذا كل ما علي هو ان يلوز بالفرار بمجرد ان يشم ريحة تمساح عن بعد هذا تمساح اللي مختبئ في احد الادغال من اجل نصر كمين الجماعته في الوقت الذاتي يوجد هناك بين الخنازير من لم يولد بصفة حاسة الشم او السمع القوية اللي ممكن ان يشم او يسمع الخنزير المختبئ اذا الخنزير يمتلك حاسة شم اقل حاسة سمع اقل سوف ينتهي على العكس من الخنزير اللي ولد يمتلك حاسة شم او سمع اقل لذلك يستطيع هذا الخنزير شم رائحة تمساح المختبئ من اجل ان يلوز بالجلده اذا حاسة السمع او شم وفرت له لهذا الخنزير في افتراضنا الاول ميزة بقائية لكن الخنزير الثاني اللي افتقد او الخنازير البقية اللي افتقدت لهذه الميزة امتهت لذلك سوف يستمر هذا الخنزير صاحب حاسة السمع او الشم القوية بالبقاء على قيد الحياة سوف يعثر الى فرصة العثر على شركة حياة اكثر من البقية ويمرر جينات البقية سوف يقوم بنقل هذه الجينات المسؤولة عن حاسة الشم او السمع اللي ورثها الزريتة لان هي موجودة بخرايا جنسية اذا بمرر الوقت ما الذي سوف يحدث بمرر زمن طويل سوف تنتشر هذه الجينات في كل المجمع الاحيائي في كل ذريتة تقريبا لماذا لان هذا الخنزير ومثله الخنازير البقية سوف يكونون اكثر عرضة للبقاء والتكاثر وايضا لان الضغوط اللي يتأثر على فرص البقاء تكون احيانا بالغة وبالتالي التمايزات يمكن ان تكون مفيدة بل هذه التمايزات بمرور الزمن تحدث فارق جدا كبير لكن مع ذلك اذا هذه التمايزات وفرت لك ميزة اقال كأن يكون سمع اقال شم اقال مقارنة باقرانة ما الذي سوف يحدث الذي سوف يحدث انه سوف ينتهي يحظى بفرصة تحوله الى وجبة عشاء شهية للتماسيح قبل ان يتاح الى العثور على شركة حياته قبل ان يتاح الى تمرير جيناته الضارة الى الذرية اللي حقا هذا هو الانتقاء الطبيعي يعني بالضبط كمان اقول انه اللي مربط طيور اللي هو اللي يقوم بعملية انتقاء العصافير او الطيور الافضل ويزوجها مع بعضها وتستمر تنقل جيناتها تنقل جيناتها الى البقية الى ذريتها هذا نسميه انتقاء صناعي الانتقاء الطبيعي لا هي الطبيعة يعني ولد بحاسة سمع او شم قوية لا سوف تصبح على ميزة اذا الانتقاء الطبيعي مع ذلك لم يكن عشوائي على عكس الجينات لانه يقوم باختيار بانتقاء بتصفية القضية المنية منضعفة مثل ما يقوم مربي الحمام مربي الحمام او اللباتات او غيرها يقوم بالتصفية يقوم بعملية التصفية من اجل ان يختار الافضل كذلك الطبيعة تقوم بتصفية تختار الافضل ايا كانت هذه الضغوط يعني ضغوط الحيوانات المفترسة درجة حرارة عالية ضغوط اخرى قد تكون قلة الماء والطعام وغيرها في هذه الحالة سوف يقوم الانتقاء الطبيعي يقوم يعني يحدد اي من تلك الميزات التي سوف تمكنك عن الحي من البقاء على قيد الحياة هذا الانتقاء الطبيعي الذي تحدثنا عنه يعني يسمح الانتقاء الطبيعي بتراكم التمايزات المفيدة اما غير المفيدة هذا نسميه انتقاء سلبي هذه التمايزات المفيدة التي تعطي افضل اي ري كان الحي ويصبح باستطاعت البقاء على قيد الحياة نسميه الانتقاء الطبيعي بالمعله الإيجابي هذا بالنسبة للخنازير ضربنا مثل بالنسبة للخنازير التي تطورت حاسة السمع والشم التماسيح لا تسكت من المقابل التماسيح ايضا ستزداد ايضا قسم من عندها يورد بسرعة انقضاض اقوى حاسة سمع اقوى حاسة شم اقوى من الخنازير وهذا يجعل افضلية المن افضلية عند التماسيح من اجل صيد الخنازير تلاحظ السباق اذا هذا الخنازير عندها سباق تسلح والتماسيح عندها سباق تسلح لكن بعد عشرات مئات آلاف ملايين سنين من هذا السباق التسلح التطوري سوف يحدث تغيير ملحوظ في شكل الخنازير وفي شكل التماسيح حتى انه لربما لا احد يعتقد انه هذا خرج من هذا النوع وهذه هم اسلافه وهذه الخنازير هذه هي اسلافه موضوع اخر نتحدث به حلقتهم هو الانتقاء الجنسي تحدثنا عن الانتقاء الطبيعي هذا شكل اخر من اشكال الانتقاء يسمي الانتقاء الجنسي يؤدي دور هام في تطور الحيوانات لماذا؟ لانه ايضا يضمن تفضيل يضمن تفضيل احد الشركين لبعض الخصائص اللي يمتلكها الشريك الاخر كيف؟ هذا الانتقاء الجنسي تعتمد عليه عملية اختيار الشريك للتزاوج على افضل الخصائص الموجودة بالشريك الاخر على سبيل المثال المثل المشهور اللي يتكلم عنه دارون واخرين مثلا ريش ذيل الطاوس من الانثلة الصارخة على الانتقاء الجنسي لماذا؟ لانه انثى الطاوس تفضل الذكر الذي يمتلك ريش طاوس كبير جدا وكثير الالوان وبهذا سوف تزداد فرصة هذه الصفة سوف يعني تزيد فرصة انه يحثر على شريكته يسمحون شركاء مناسبين بعد ان الزوجون يقومون بنقل جيناتهم المسؤولة عن تكوين هذا الزيل الطويل المن ينقلوها لهذه الرياتهم اذا يمكن للانتقاء الجنسي ان يكون مفيد نعم بالرغم من انه كونه انه هذا الانتقاء لا يضع اهمية للتكلفة التي سوف يتحملها هذا الطاوس لان ذكر الطاوس يستحلك طاقة عالية حتى يعني يفرش ريشه ويتباه به طاقة جدا كبيرة يعني بالتعديل الصالة المغازلة الجنسية اذا سوف يقدم الطاوس الاكثر الصحة اللي يمتلك ريش الوان زاهي افضل سوف يقدم عرض مسرحي افضل امام الاناث افضل من الطاوس الضعيف المريض اللي يكون ريشه مملوء بماذا بالطفيديات هذه الطفلات اللي تعيق حركته لذلك سوف تكون اختيار الانسامن تختار الطاوس ذي الذيل الكبير والذي مليء بالالوان المشرقة اذا هذه العروض اللافته دليل على صحة هذا الطاوس انه سليم الجسم معافة وبالتالي سوف تكون ذريت هذه الانثة بالصحة جيدة والحقيقة ان انثة الطاوس لا تفكر هذا التفكير لا تفكر بهذه الطريقة انه تتزوج من ذكر الطاوس الاكثر صحة وبالتالي سوف تكون ذريتها اكثر صحة لا هي الصادف ان تكون اكثر انجذاب الى الطاوس الذي يكون ريشه عرض مبهر والوان زاهية هي تصادف ان تكون اكثر انجذاب للذيل الكبير الاكبر حجم والاكثر تشويق واشتراق لا اكثر والاقل اذا عندما تتزوج انثة الطاوس مع ذكر الطاوس صاحب الذيل التوب سوف يتم التعبير عن جينات هذا الذيل الجينات اللي موجودة اللي وجدتلك هذا الذيل الكبير سوف تعبر الى ابناءه سوف تكون موجودة في الذكور اما جينات الاختيار سوف تكون موجودة عند الاناث اناث انثة الطاوس من الام والاب الاب يورث الريش الزاهي والام يورث عملية اختيار الطاوس دي الريش القوي والزاهي مع كل ذلك يمكن ان يكون هذا الانتقاء الجنسي بمعوقات كبيرة بماذا؟ لأن هذا الانتقاء الجنسي للطاوس هو ما راح يعفيه من الانتقاء الطبيعي حال حال الخنازير البريل اللي تحدثت عنه وغيرها فرغم انه هذا عنده ريش كبير حجم واكثر اشتراق وهي صفة من اجل ان يجد بها الاناث لكن يمكن ان تتفسه بسرور الحيوانات البقية لذلك هذه الطاوس عندما تنفيش ريشها سوف تكون على مرأة من مسافات بعيدة وهذا الزيل عندما يقوم بفرشة يطلب كثير من الطاقة من اجل ان يفتحه ويكون بشكل بارق لذلك ممكن ان اضع هذه الصفة اللي هي ريش ذيال الكبير لطاوس ممكن ان تضعه في خطر حقيقي لماذا؟ لأنه قد تعيق على البقاء على قيد الحياة لا يستطيع يطير ولا يستطيع ان يركض ولا يستطيع ان يعمل اي شيء اخر قياس ببقية المفترسات اذا هاي مشكلة بهذه الحالة سوف يتوجب على انثى الطاوس تسوية الامور مع الذكور بريش وعروض اقل وبالتالي سوف تستمر بدورها تلك الجينات الى الصفة يعني انتقال من جيل الى جيل الى الذرية القادمة مع ريش اقل من اجل البقاء من اجل الحفاظ عليها يعني ثنيا يحوز على الانتقاء الجنسي عن طريق اختيار انثى وكذلك انتقاء الطبيعي عن طريق الابتعاد على المفترسات حلقة اخرى يعني موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة